مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من عربي ألماني اليوم الحلقة مع صبية عمرها تقريبا 23 سنة هي أم زوجة وبنفس الوقت عندها أحلام كتير كبيرة وحبت حقاها بألمانيا مثلا أن تصبح قابل قانونية كيف هي وصلت لها الفكرة وكيف هي حبت حقاها هذا الحلم وكتير جغلات تانية لح تسمعوها من نعمة بتمنى لكم استماعه حلو خلينا نبدأ عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية ضيفتي اليوم هي صبية صغيرة ولكنها بنفس الوقت أم عاملة وطالبة وحلمها كبير وعم تسعى كل يوم لحتى تحققه بتقول دائما أبي هو مسألة الأعلى وقضوتي بالحياة وبتمنى أني أوصل لبعض الشي من اللي هو وصله قابلة قانونية أو محررة صحفية ومثل ما بيقول المثل الطريق للهدف هو بحد ذاته الهدف ميني بيعرف شو مخبي الأدر لنعمة نعمة أهلا وسهلا فيكي بعربي ألماني شرفتي القناة وأنا كتير سعيد محاورتك أهلا فيك أهلا فيك أهلا بداية أنا اسمي نعمة عمري 23 سنة من سوريا مقيمة في ألمانيا من 5 سنين وحاليا عم قدم ريال أب شلوس يعني عم خلصها عم تكمل فيتر بلدون لأنه عمري 23 فإن شاء الله يعني طريقي للبكالوريا بإذن الله يعني للأبي توري إن شاء الله أنا متزوجة وعندي ولاد عمره سنتين اسمه كرم أدي يصل لك تقريبا متزوجة؟ 3 سنين تقريبا تمام هلا أنا بصراحة أه بتشكرك أول شي على على شجعتك أو على حتى على على حسن لطفك وإنك كتبت لي وإنه وسألتيني إنه أنا حابة أعمل معك مقابلة وبنفس الوقت أنت قلت لي وحاكتيني بكل صراحة قلت لي أنا في شغلات أنت عرضها أو حلقات أنت عرضها أنا ما كنت موافقة عليها ولكن أنا بنفس الوقت مع هيك حابة أطلع معك لأنه لأنه أنت الشي اللي عم تقدمه الفكرة تبعه بحد ذاتها فكرة حلوة فبالرغم أنه أنا في شغلات ما لي متفقى معها ولكن أنا بنفس الوقت ما عندي مشكلة أطلع وعمل مقابلة معك فأنا بصراحة هاي الشغلة اللي كتير عجبتني بطريقة تفكيرك يعني أنه أنت بالرغم من كل ممكن الشي اللي أنا أساساً أنا ما ليح حابة أدمه للناس أنا الشي اللي أنت مثلاً التيلية أنا اللي حابة أدمه أني حاور أشخاص هنني أدموا فكرهم بالنهاية وأنا وأنا حابة أحاورهم بهذه الطريقة فأنا اللي حابة أعرف منك نعمة كإنسان بعيش بألمانيا صلوا تقريباً خمس أو ست سنين صحيح هلأ بدايةً فينا نقول أنه هذا الحكي أنه كنا أقليات يعني ببداية أول ما أجيت جيت من 2014 جينا على ميونيخ ونقلونا على ضيعة بميونيخ اسمه نوي ماركت فكنا فعلاً أقلية ما كان في حداً ضيعة كلها ألمان بس ولكن الحمد لله يعني أنه كانوا كلياتهم جداً ودودون يعني كتير كانوا هيك طيفين معنا وما تقابلت أبداً بعنصرية بس للأسف ما قدرنا نعمل شي لأنه أول سنة كنا عم نستنى بس الإقامة وضلينا السنة كاملة بس عم نستنى الإقامة كان ما فينا نروح ندروس ما كان فينا يعني ما كان فيني روح أعمل كورس لغة أو شي لأنه ما معي الإقامة تبعاً فاضطريت أني استنى السنة كاملة بهاي الضيعة اللي عم بحكي لك عنا بس عم بستنى الإقامة وكنت كان اعتمادي بس على يعني أشخاص ألماني يجوا متطوعين مثلا الصيدلي يجي يدرسنا هيك كم كلمة كم هاد يعني مشان يكون عنا فكرة شوي عن الأحرف الألوان الأرقام وما إلى ذلك يعني بس بعد ما انتقلت أنا بعد ما أخدت إقامتي انتقلت على بوخهم فلقيت العكس تماماً يعني اليوم نحنا ما شاء الله سوريين كتار وقبلنا كانوا الأتراك فأنا بالنسبة لي ما لقيت فرق للحقيقة يعني يعني قبلنا أنا عندي أصدقاء أتراك ولدانين هون مقيمين هون يعني من زمان وأهليون هون فبالتالي محجبات يعني وعم يشتغلوا بمجال الجامعة فأنا ما لقيت أبداً فرق يعني وخصوصاً يعني إذا إن مقاطعة النوردراين يعني ما شو الله بتنزل إنتي على الاشتاء تلاقي كله محجبات فما لقيت للحقيقة ما لقيت فرق أما بالنسبة أنه أنا حبيت أطلع معك إيه لأنه حلو يكون في اختلاف يعني حلو كمان نحنا دائماً نشجع البنات لأنه في كتير بنات محجبات اليوم بحاجة كمان كلمة حلوة لحتى يعني ضل عندهم أمل أنه ما يحسوا حالهم أنه هنن لحالهم أو غريبين أو هذا فلهيك يعني نحنا لازم لا أنه نحنا هون موجودين محجبات بساحات العمل وبساحات الدراسة فما في أي خوف أي صبية محجبة بتحب أنه تنطلق يعني تبلش من هلأ ما تستنى ما تقول أنا ممكن الرفيد بجوزة الرفيد مرة ومرتين وثلاثة بس ما يعني أنا بنسبة لإلي وبقناعتي أنه الرفض يعني لا يعني يعني ما أبداً يعني 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 لي أني أترك أو أشلح حجابي فطبعاً أكيد يعني أنا قدمت على براكتيكم كذا مرة ورفضت بس للحقيقة ما كان أبداً سبب لأني أتخلى عن حجابي قلتلك أنا هلأ بداية يعني أجيت أول شيء عملت بلشت الكورسات اللغة هون ببوخهم كنت مخطوبة فكان سبب نقلتي من ميونيخ لبوخهم لأنه كان خطيبي كان مقيم هون اللي هو هلأ حالياً زوجي فانتقلنا لهون يعني بلشنا أنا ويام من الصفر سواء ببوخهم سواء بالبحث عن بيت سواء انتقلت أول شيء لحالي عائلتي كانت لساعة بميونيخ لأنه لسا إقاماتهم أنا طلعت إقامتي أنا وأختي قبل أهلي بسنة تقريباً أول شيء نحن إجت إقاماتنا فنحن يعني بابا شاف أنه نحن لسا بنات صغار وحرام أنه نلسا نستنى إقامة أهلي لتطلع لننتقل أنه بأول شغلة عملتني سجلت بكورس لغة وبلشت باللغة وبنفس الوقت كنا عم نحاول يعني كان كنت أكتر اجتهادي مو عن اللغة للحقيقة كان اجتهادي على موضوع أنه نلاقي بيت نتزوج ونعد نستقر في أنا وزوجي فبس أنه ظليت كنت قاعدة عم بعمل كورس وبعد ما عملت كورس حبيت أني روح وأشتغل وأقدمت على شغل لبس لحتى أني قوي شوي لغتي وقدمت على كافي وفعلا قبلوني بمقهى يعني كنت أشتغل أعمل فافيل وبعدين المديرة طلعتني وصرت بيع بره بوزة وكذا وهيك واشتغلت به المطعم وما لقيت أبدا يعني لا حدا لا هي رفضيت بالرغم أني كنت خايفة للحقيقة ما بإلا كنت خايفة أنا ورايحة كنت كتير خايفة أنه ترفضني وكنت متوقعة يعني مية بالمية أنه ترفضني بسبب حجابي ولكن لأنهم بتعرف واجهة يعني بالنهاية هذا مطعم وواشها أنا هي كنت معتقدة يعني بس هي قالت لا ما عندي أي مشكلة بحجابك وفعلا مشتغلت بهذا المطعم فأي كانت أول تجربة عمل لإلي يعني بهي الكافة بعدين وقت لقيت بيت اتزوجت وركزت أكتر يعني على زواجي واستقراري وبلشنا شوي أنا وزوجي شوي نشتغل ونتعب على حالنا وأسسنا يعني أنا صرت أدراسه وصار يأسس الشغل لحاله والحمد لله يعني كملت ضليت عم أدراس لغة لحد ما حبلت وصار عندي ولد يعني أنا خدت البيئينس وكان كنت حامل بالشهر التاسع تقريبا وبعدين ولدت وبصار ابني عمره ستة شهور كانوا أهلي منتقلين يعني لعنى على تاركين مينة خجايين لهوني على بوخهم حطيت ابني دغري عند أمي ورحت سجلت تاسع سجلت بالمدرسة لحتى أني كمل تاسع فطبعا يعني مو دغري قبلوني أني فوت تاسع عملت ستة شهور يعني فور بي رايتون كورس عملت أنه بس المواد الأساسية اللي هنين الرياضيات والإنجليزي والألماني درستنوا هني ونجحت وكملت الحمد لله ولليوم أنا فيها لهي المدرسة عم أدرس فيها إن شاء الله إن شاء الله مرفقة وإن شاء الله يعني بتحقق كل اللي ببالك لأنه أنت بالنهاية عم تعملي هذا الشي لأنه أنت صار معك قصة وهي اللي خلتك تفكري أساسا بهذا الشي أنه أنت تفوتي على مجال معين فيك تحكيرنا القصة شو اللي صار معك وليش أنت هلأ عم تدرسي صحيح هو للحقيقة أنا بداية يعني ما كان عندي لكون لكون صريحة ما كان عندي هدف أو ما كان عندي أنه مجال ما كان ببالي أي مجال كنت هيكي يعني كل مرة أقول شغلة بس أنا بدي أعمل هيك ودي أعمل هيك بس ما كنت عم أشتغل على الأرض الواقع ولكن قبل ما أنا أصير أم ويعني قبل ما أنجيب يعني فرفيقتي كانت لغتي يعني منيحة رفيقتي كانت عم تولاد بالمشفى فرحت لع عندها على المشفى وفتت معها على غرفة الولادة وحضرت الولادة كاملة لأول مرة كنت أنا وزوجها وهي عم تولاد نفس الغرفة ومع الهيبامة اللي ولدتها فكان لأول مرة بحضر ولادة كاملة والهيبامة فعلا كانت كتير لطيفة يعني كنت عم حاكية وكذا وهيك وصاعدت حتى صرت ساعدة برفيقتي فكانت شعور كتير حلو وقت إجت البنوتة الله يحمي لها كانت المشاعر كتير حلوة كتير تشجعت لأني أدرس هالمجال كتير حبيته لهالمجال حتى أني حكيت مع الهيبامة وقلت لأني قلت لأ أنه أنا إذا حابة أعمل أدرس توليد توليد شو برأيك وهيك قلت لي كتير فكرة حلوة لأنه اليوم في كتير أمهات سوريات عم تجي على المشفى وتولد ومعا ما في لغة تفاهم فبالتالي أنه مرحب فيكي معنا بالمشفى لتكوني يعني أنه تساعدين تتفاهمي معهم رح تكوني مرغوبة أكتر وبالحقيقة هي يعني كتير رغبتني بكلامة يعني ففعلا حطيت المجال ببالي بس بعد منه طلعت حامل يعني بعد هالتجربة أنا طلعت حامل بس ما تخليت عن الهدف ببالي يعني وأثناء ولادتي حبيته بالزيادة يعني وقت أنا عشت الولادة أنا وكماني بنفس المشفى اللي ولدت فيه رفقتي أنا ولدت فكلهم حفظوني يعني صرت أحكي مع الهبامات صرت أخذ وأعطي معهم وعن جد يعني صاروا كتير كانوا حبابين معي ولطيفين يعني الشي اللي حببني أكتر واللي خلاني أنه أتمسك بهالموضوع أكتر هو ولادتي والشي اللي أنا عشت وطبعا أنا فترة حملي كنت كتير عم بقرة عن الولادة ومعلومات طبية وكيف الوحدة لازم تتفص بالشكل الصحيح وكذا وهيك فصار عندي هيك فيك تقول خبرة شوي ففعلا يعني هذا السبب خلاني أسألوا ورحت وسألت بالمدرسة فقالوا لي أنه هاي للأسف كانت آخر سنة هي كانت أوسبلدونك بدهم بس تسينتا كلاسة وبتقدري تفوتي عليها عاشر وتفوتي بس وقت رحت أنا سألت قالوا لي بال2020 أنا سألت بال2019 قالوا لي بال2020 رح تتعدل المعدلات وصير بدك فاخ أبيتور وتفوتي لشتوديون بالهوخشولة فرحت أنا وفعلا بلشت بالمدرسة الطريق بصراحة كتير طويل يعني لسه بدك كتير طريق طويل لأخذ الفاخ أبيتور بس إن شاء الله يعني الحلم ببالي بس الهدف حاليا للفاخ أبيتور يعني إن شاء الله بتمنى لك كل التوفيق بالنهاية يعني والقصة يعني قصة شوي غريبة إنك إنتي رايحة أساسا كرمال بس إنك تترجمي وبعدين بتفوتي على هذا العالم اللي إنتي أساسا بالنسبة لك مجهول وبتشوفي بتشوفي مخاضي الولادة وكيف يعني كيف القابلات اللي هنيكة كمان بتعاملوا مع اللي عم يولدوا وهالشغلات هاي كل ياتا قام إنتي بتجيك الفكرة أوكي أنا حاب يصير قابل القانونية بالنهاية يعني الواحد وقت يصير عنده هدف بيرتاح نفسيا لأنه بيعرف ساعتها خلاص أنا بدي أعمل كل جه دي كرمال وصل لهذا الهدف ولكن ولكن دائما بيكون في عراقل بيكون في مشاكل لحتى الواحد اللي يوصل لهدف ومتل ما أنت تفضلتي كانت أسهل أنه الواحد يفوت على هذا التدريب المهني أبل وهلأ صار مسلا بدك شهادة بكالوريا كرمال لحتى تفوتي عليه فهي الشغلات كل كان يعني هو أول شيء تدريب مهني هلأ صار هو يعني مجال بالجامعة فيعني هاي الشغلات كلاتها والتقلبات اللي بتصير وأساسها أنت كمان إنسانة يعني بالنهاية جديدة بهذا البلد أنت إنسانة عندك كمان همومك الشخصية عندك حياتك الزوجية عندك طفلك الله يخلي لك ففي كتير مشاكل وفي ضغوط بتجي من برا ويعني الضغوط اللي بتجي من برا اللي الشخص نفسه ما بيقدر يتحكم فيها والضغوط الداخلية اللي بتخلي الشخص كمان أحيانا كمان يتراجع لورا طيب نعم كيف أنت قدرتي بالرغم من هذا الشيء كلياته أنه أنت كنتي حامل أنت بدك تولدي كنتي لها لهاي المرحلة وصلانا لمرحلة المرحلة المتوسطة باللغة الألمانية يعني كنتي فيكي تتفاهمي مع الألمان بطريقة أو بأخرى ولكن بنفسها لوقت أنت عندك هدفك اللي حطتيه ببالك وحابة توصليله وهو مثل ما أنت قلتي هدف طويل وطيب كيف قدرت نعمة تجمع كل هاي الشغلات ومع كل مع كل هالضغوطات اللي من برا ومن جوا حابة بالرغم من هذا الشيء كله تتكمل وما تقول أنه أنا والله هيشتغل أي شيء وخلصت تصيره لا للحقيقة هلأ لكون صريحة معك أنا ما ما بحب الدراسة كتير يعني ما بحب أقعد أمسك كتاب وما لي خلق أني أقعد أمسك كتاب وقعد أدرس وكل يوم بيومه وللحقيقة كتير صعبة دراسة مع أبني لأنه يعني أنا لليوم هلأ أنا خلصت التاسع وفايت أبلع العاشر بإذن الله بس لليوم يعني بجي برجع من المدرسة ما بفتح كتاب ما بقدر أني أفتح كتاب لأنه في ابني في بيتي يعني في أمور تانية أنا بنشغل فيها وإذا لما بدي أجي أفتح كتاب ابني ما بيخليني يعني بدي يضل قاعد بيحضني ويعني البضع يعني بصراحة صعب بس عم حاول أدنا فيني أضغط على حالي مثل ما بيقولوا يعني عم بعمل ناخل عم باخد دروس خصوصي عم بحاول يعني من هون شوي من هون شوي بمساعدة أهلي بمساعدة زوجي يعني الحمد لله عم لحد ديت الآن قدراني مسيطرة على الربع بس ما بخفيك بصراحة موسهل يعني الدراسة موسهلة يعني للحقيقة يعني بقى الحمد لله عم نحاول بشكل أو بآخر يعني طيب نعمة شو دور زوجك بمساعدة كرمال توصلي لهدفك للحقيقة أنا من أول ما حكيت أنا يعني بصراحة لو لا ما كنت فتت به المجال لأنه أول ما قالوا لي أنه بدي بدي فاخ أبي تور وعليت الشهادات أنا ويا أنا هو أخدني ورح نسألنا فقالوا لي هيك أنا طلعت من المدرسة عم ببكي وقلت له خلص ما بدي شو بدي لسه بدي أربع سنين لخلص الفاخ أبي تور وأنه سنين طويلة وعن ببكي يعني وما بدي خلص أنه روح شوفش أي شغلة تانية أنه أعمله قام قل لي هو أنه لأ درسي ما عليش الدراسة رح تساعدك رح تقوي لك لغتك رح تفيدك وللحقيقة طبعا هو مو بس داعمني بيحكي بس مجرد كلام لا للحقيقة غيات كتير داعمني بالبيت سواء بالبيت سواء بكرم يعني الحمد لله إيده بإيدي سواء يعني بساعدني سواء هو الحمد لله إله مرأة للطبخ فهو مستلم موضوع الطبخ بساعدني بكرم يعني ابني كتير متعلق بأبو فما بيطلبني بيطلب أبو فبالتالي يعني الحمد لله بمواضيع يعني ما بحس حالي أني أنا حاملة مسؤولية بيت كاملة لأنه زوجي الحمد لله حامل يعني شايل مصة معي الله خليكن لبعض وإن شاء الله هيكة يعني دائما تضلوا مع بعض وتحققوا أهدافكم مع بعض وتشوفوا أولادكم كبار وقد الدنيا أنا حابب روح لأرنة تانية هلأ أرنة شوية بعيدة يعني بالزمن نحنا بلشنا بالالفين واربطعش تقريبا ومشينا بالوقت لحتى أنت بعد تقريبا سنة وصلت وصلت قدرتي تاخدي الإقامة بألمانيا ومن بعدها قدرتي تعملي اللغة ويعني وصلت للمرحلة منيحة باللغة وبعدين حبيتي وصلتي كمان عن طريق الصدفة للهدف اللي أنت كنتي حابة تعملي وبعدها مشيت الأيام وتزوجتي وجاكي ولد وعلى غفلة نعم صارت تكتوب بجريدة شلون صارت هاي القصة صحيح هلأ هاي الجريدة اسمانوين بيبوخو مؤسسة من الالفين وخمسة عاش وأنا بعرفها من وقتها بس للحقيقة ما كان عندي يعني أنا بعرف الشخص هنيكة تابعة للجريدة يعني بس أنا ما ما كان عندي يعني ما كان عندي هيكة يعني كان عندي خوف أني فوت وفيها كتير ألماني بدي أقعد أحكي وأطلع مقابلات أنه لا 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 أنا مو خرجي هيك شيء أبدا أنا بعيدة عن هيك شيء أبدا راحت الأيام والله وإجت الأيام يعني أنا بعرف من أول ما تأسست وفايت عليها وكذا وهيك بس ما خطر ببعلي أبدا أني يكون عضوي من أعضاء بس راحت الأيام وإجت الأيام وطورت الجريدة وكبرت فأنا بحب الكتابة للحقيقة من زمان وبكتب هيك شغلات بسيطة وشاركها عندي على صفحتي على الفيسبوك فصديقتي صديقة إلي اسمها ليلى كانت عم تكتب فيها لهي الجريدة فقارتلي لك نعم كتاباتك كتير حلوة على الفيسبوك إذا بتقلبيها بترجميها على الألماني وبتنشرية عنا بالجريدة الكتير يمبسطوا مني ويحبوا ويحبوا وحكيك الألمان فأنا قلت له لا أشلوك النوس شغلة مو هيكة يعني النوس مو شغلة سهلة قلت لك جربي وكذا وهيك وبالعكس بتقوى لغتك وبصير عندك معارف وبصير عندك اختلاطات ويعني صيري بتعرفي ألمان بشكل أكبر تلحال يلا إنه رح يجرب فعلا هي حكت دورتل الصحفية المسؤولة عن الجريدة وقالت له في صبية بدي تنضم معنا وهيك قالت لي إنه إذا بتعرفي تكتبي لي نص عني فخطر ببالي وكتبت أول نص لإلي فيه قصتي يعني كيف يجي قصتي مع الهيباما أول نص كان لإلي أي قصتي مع الهيباما ويعني كتبت الملخص هلأ اللي هيك عم ملخص اللي نحنا حكينا كيف كنت بمنخ كيف يجيت وبغرفة الولادة شو صار وشو هو حلمي يعني فالحمد لله من وقت منا بلشت صرت بالبداية كنت أكتب لا إلي سنة وشوي إلي سنة وتقريبا ثلاثة شهور أربعة شهور بالبداية كنت أكتب بالنص بالعربي وترجمه كلمة كلمة للألماني بس الحمد لله اليوم صار فيني أني أكتب بالألماني يعني طبعا أكيد يعني الشعور بالعربي لسه بقدر وصل إحساسي بالعربي أكتر من الألماني بس عم بشتغل أني أقدر أكتب نص كامل بالألماني لأنه لليوم أنا لسه بترجم يعني بكتب بالعربي وبعدين بترجم النص للألماني يعني بستعين بالمترجم وبعدين من قدمه للصحفية الصحفية بتشوفه يعني بتشوفه بتصلح لنا إذا عنا أخطاء لغوية أو أخطاء إملائية وبتنشر لنا والحمد لله يعني بشيت طيب شو قدم ممكن كمان يصير مجالك أو ممكن أساسا تتركي فكرة أنك تكوني قابلة لقانونية وتغيري لمحررة صحفية يعني هدون هدون عالمين مختلفين يعني ما دخلهم ببعض صح للحقيقة بعد شغلي بالجريدة أنا كل مرة نحنا مو مثل ما قلت لك ونحنا مو بس منكتب نحنا منندعي الجريدة معروفة بألمانيا فبيجيها دعوات أنه نطلع لأماكن معينة لكنائس للجامعة جامعات لمراكز ثقافية مراكز حكومية نطلع منقرأ كتاباتنا ونتناقش حول كيف نحنا سواء لجوءنا سواء مجتمعنا اللي نحنا جايين منهم نفتح نيخباشات مع الألمان وطبعا مسمح لهم يطرحوا علينا أسئلة بدون يعني بدون بدون حدود يعني بقدروا يسألوا أي سؤال بالدنيا يعني ما في ما في حدود لسؤالهم فتخيل الأسئلة قديش بتكون كتيرة ومتنوعة ولكن بعد كل مرة بطلع فيها أنا بحس حالي أني عن جد قدمت شي هو الشعور يعني أنا الفرح الشعور اللي أنا بحس فيه أو الإنجاز أنا بحس حالي أني أنجزت يعني لما بطلع لما بكتب شي بالجريدة لما بتوقف أنت وبتلقي كلمة والألمان هنا نعم يسمعوك مو أنت العكس يعني اليوم أنت أنا اليوم كلاجئة سورية محجبة بوقف بحكي بناقش وجهات نظري الألماني بيسمعوني بيحترموا رأيي بيحترموا كلامي مرات كتير بينبسطوا بكلامي مرات كتير بيشجعوني مرات بتجي بتجي واحدة بتسلم علي وبتشد على إيدي وبتقول لي أنا معك عملي اللي بدك يا عمي يعني بتحكي حكي كتير مشجع فأنا بطلع بحس حالي بصراحة بدم مبالغة بحس حالي مركة لوقت بطلع يعني يمكن هذا الشعور هو اللي خلاني أني أني حب الموضوع يعني اللي خلاني لأنه فعلا الكلام الإيجابي اللي بيسمعوا لما يعني لما بحضر قبل ما أروح فبالتالي بصير عندي مفردات كتير يعني هذا أنا بحب التواصل بشكل العالم مع الناس بحب التواصل مع الناس بحب المناقشات بحب أني أحكي بحب أني وصل صوتي وبحب أنه آرائي توصل وبحب أنه انسمع يعني فهذا فهذا هو اللي يحس يعني الحب الجديد اللي اكتشفته طيب نعم أنت كإنسان بيعيش ببلد ما له هو بلده يعني بمنحة وآخر وعنده عادات وتقاليد غير عادات وتقاليد هذا البلد ولكن بنفس الوقت بيتمنى دائما يعيش الحرية بعقيته مثل ما هو بيحب طيب شلون أنت شو برأيك هي الخلطة الصحيحة لكل شخص يعيش حريته بدون أو بشكل مختلف هأطرح عليك السؤال أنت شو برأيك الطريقة الصحيحة كرمال كل شخص يقدر يعيش حريته بشكل كامل والله كل واحد يحط حدود لنفسه وما يتعدى على حدود الآخرين على حرية الآخرين معتقدات الآخرين يعني اليوم أنا كفتاة مسلمة عندي أصدقاء كانوا محجبات وشلحوا حجاباتهم أنا اليوم ما بيجي بنظر عليهم خلاص أني نحرين وبنفس الوقت لساعة ورفقاتي ما بمانع أنه يكونوا رفقاتي يعني خلاص بس طالما يعني طالما أنت اليوم حلو أنه نحكي بالحريات وحلو أن هذا بسلمشكلة أنه نحنا ما منفهمها يعني اليوم أنا بإسم الحرية بيجي بشتمك اليوم أنا بإسم الحرية بيجي أنه أنا حر بيحكي لي بالدياب أفوت يعني وقتك تتجاوز حرية الآخر أنا هي حريتي وهديك حريتك أنا ما بقرب عليها ما بناقشك ما بفتح معك شي خلاص كل واحد يعيش بحاله وكل واحد يأخذ الأشخاص يلي بيلاقيه مناسبة محيط أنا اليوم بشوف مثلا هالإنسانة مناسبة لإلي بتخزر فيها بلاقيه لقيت أنه والله مو مناسبة لإلي خلاص بتركب بعد عنه بروح بشوف الشخص المناسب برافقه يعني مناسبة لإلي سواء مثلا اليوم مثلا أنا اليوم كفتا عم بدرس عم بشتغل عم بهذا اليوم ما فيني مثلا رافق صبية عم تضيع وقت مثلا يعني بس قصص جيران وعزايم وروحات وجيئات وكذا وهيك أنا اليوم هي بتضيعني أنا بدي أطلع رافق الشخص اللي بي اللي عم يدرس عم يتعبع حاله عميها مشان يشدني شان أنا إذا كسلنت حدا يشدني فكل واحد بيختار الإسلوب المناسب لحياته مو بس عم موضوع الدين يعني أنت هلأ كأم يعني هلأ أنت عندك ولد الله يخليك يا ولازم ولازم تربيه يعني فبالنهاية أنت بتقولي أنه طريقة في كتير ناس بتقول إذا بتسأليهم رباكي أبوكي أو أمك بطريقة الصح ممكن يقولوا لا أبدا أنا حابب ربي ابني أو بنتي بطريقة تماما مختلفة أنت فيك تقولي أنه أنا تماما مثل ما أبي رباني أنا حابب ربي ابني هلأ ممكن بالمواضيع العقيدة العقيدة والدين أي تماما ولكن أنا إلي كمان أساليب مختلفة يعني أنا اليوم بحب يعني مثلا أهلينا ما كان عندهم اطلاعات مثلا على مراجع مراجع تربوية اليوم صار فيه مونتي سوري اليوم صار فيه يعني مراجع هيك مثل ما بيقوله بابا بيقولي ياها أنه التربية الحديثة فهو بابا اليوم بيشجعني بالأول كان يضحك ولكن اليوم صار يشجعني على موضوع التربية الحديثة يعني بالنهاية نحنا كمان يعني ما فينا نقول أنه بجوز أنا اليوم فكر حالي أني عم بعمل صح ما أبني بكري يقولي والله يا أمي أنت غلطي معي بأمر واحد اثنين اثنين مثلا فلا يعني أنا بابا كان يعني نحن مصغر كان الشديد الليني يعني بنفس الوقت يعني ما كان ما كان كتير متساهل ولكن بطريقة يعني يعني هو إلى شخصيته شخصية معينة وأنا إلي شخصية معينة عرفت يعني يعني ممكن بالأسلوب الديني بالتربية الدينية بابا حببنا بالدين ما نفرنا من الدين فأنا أكيد باتبع بهذا بهذا الأسلوب مع أبني ولكن بشغلات تانية ممكن تكون بالحياة يعني شغلات تانية يعني يعني كيف بدي أقولك بأمور أخرى ممكن أني أتبع طريقتي أو أسلوبي خاص أنا أكيد يعني رح أعمل جهدي لحتى أني أزرع في لأبني الشغلات اللي أنا بشوفها مناسبة لإلو الشغلات اللي أنا بشوفها صح أكيد أول شي هون نحن اليوم مثل ما عم تقول بمجتمع ممفتيح فبالتالي أكيد الأهل لازم يكون أقرب لأولادهم مثل ما يعني أصدقاء مو أهل يعني اليوم تغيرت الطريقة والمعاملة اليوم وقت تعطي لأبنك الأمان والفرصة لأنه يجي يحكي لك كل شي بدون ما يخاف بدون كمان مات كتير تشد عليه أنه لا 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 فأكيد بيكون الوضع مختلف يعني ويعني هلأ أنا للحقيقة ليك الولاد بيطلع على أهله بيشوف شو أهله وبيربع على هالأساسات لما اليوم أنا بكون سليسة مع أبني حاطة حدود دينية وحاطة حدود اجتماعية وحاطة يعني بالتعامل مع أبني بكون سليسة ومو يعني مو بالغصب فأبني أكيد رح يحتلم وإذن ما طبق أنا ما عم بستنى من أبني يطبق أنا بيجوز اليوم يعني الحجرة إذا ما فجت بتعلم يعني اليوم أنا إذا ابني قلت له مثلا الماما لا تعمل هيك وعمل أنا ما فيني قاصص يعني قاصص يعني لا رح يجي يوم أنا مؤمنة تماما أنه رح يجي يوم وابني ممكن يرجع على الطريق الصح مثلا بيجوز يضيع طريقه بس ممكن معلل هذا لما تضل أنت عم تحكي بالحكي تضل عم تحكي لأبنك بالكلمة الحلوة هذا الشي رح يعلم بيمخهم يعني لبعدين لأدام مثلا في كتير شغلات بابا كان لي مثلا بابا عم بعمله ضل عم أعمله لما تزوجت وصرت لحالي وصرت ببيتي صرت طلقائيا ما أتحمل شوف حدا عم يعمل هالشغلة أو مثلا ما بقدر ما أعمل أنه يعني أعمله يعني أنا مؤمنة بهالشغلة أنه الحكي لما تضل عم تحكي مع ابنات لما تضل عم تناقش لما تضل عم إذا هو يختار طريقة أنا أعملت عني وكما يقول بريت زمتي أمام الله وأنا أعملت عني أنا هذه قناعتي وساعته هو يكبر وهذا ما أريد أنه أريد أنني ربي أسس تربية صح التي سأسأل عنها أمام الله وبعدين ما سأسأل من وراء ظهري لا أنا مسؤولة عنه أنا معتقدة أو تفكير يعني يعني الطريقة التي تقول عليها أنا بصراحة من عرب يعني لم أسمعتها قبل هالمرة ولكن هكذا سمعانه كثير من أجانب يعني بغض النظر إذا ألمان أو لا تماما عم قل لك اليوم صار في مثلا هذا الأسلوب الذي قل لك ليس كل كان يتبع معنا اليوم أنا عم بقرأ علم اجتماع عم بقرأ علم الطفل اليوم عندي كتب مارينا مونتيسوري وهي مربية تحكي عن أساليب التربية الحديثة فبالتالي اليوم أنا يعني بقدر إليك عم حاول أني أدرس الطفل أكتر حتى قدرك يفصل لأبني الفكرة صح يعني مو من الأساليب اللي كانوا يتبعوها جدي وجدك وستي وستة كعرفت تمام يعني هي بالنهاية النقطة أنه كل عصر وكل وقت له طريقته المختلفة وخاصة أننا كجالية عربية عندها اعتقاداتها وعندها مبادئها اللي بتختلف بنوع أو بآخر عن العقائد والتقاليد والعادات اللي موجودة بهذا البلد فالضغط حيكون على يعني على الأب والأم شوي أكتر من الضغط على الأب والأم اللي بيكونوا عايشين ببلدهم يعني وطبعا شغلة مهمة أنا مستقبلا يعني إن شاء الله بكرة هلأ سنة ثانية ونأخذ من الجنة ساعتها أنا ما رح أفصل أفصل ابني عن المجتمع العربي أنا هي عنديها كتير مهمة ممكن نزله عمل له عمره بكرة بصلي يصير شوي هذا ممكن نزله زيارات على دول العربية يتعرف على ثقافة الدول العربية يتعرف على ثقافتنا يتعرف على الدين الإسلامي أكتر يعني أنا ما رح أفصل وحضل معيش تبس بأوروبا هاي لإلك يعني وممكن ننزل على شي دولة معينة ممكن ما نستقر كل عمر يعني ما بتعرف شو المستقبل مخبيلي ممكن ما أستقر كل عمر وحياتي هون أنا في أشخاص كتير بعرفون تركوا من فترة والله العظيم من فترة تعرفت على أمرأة عايش إسبانية عايش بإسبانيا زوجها خلقان بالأندلوس بإسبانيا بس عايش وإلى 12 سنة بإسبانيا ومؤسسة حياتها 12 سنة بإسبانيا تركوا إسبانيا وإجوا على ألمانيا قال ليش لأنهم في جالية إسلامية أكتر من إسبانيا إسبانيا ما في أبدا قلت ليش لون يعني تركتي إسبانيا وإجيتي لألمانيا يعني أنه ما صعب عليك أنك تتركي اللي مؤسستي له 12 سنة وجوزك إله خلقان وهنيك قال أنا ألحق الدين قال لي بتتكلم لغة عربية فصحة وولادة كلها يتحدث لغة عربية فصحة يعني بشكل أحسن مني بمليون مرة فقالت لي أنا بالحق الدين قال لي والله الرزا قال لي الله بيرزقنا وين ما كنا وين ما رحنا قال لي أنا بالحق الدين قال لي أنا هون شفت جالية إسلامية قاعدة جنب مسجد المسجد اللي كنا بإسبانيا كتير بعيد علينا ما فينا نروح نصلي يعني ما فيني أخذ أولادي أي ما ما حبوا يروحوا يصلوا بالجامع أنا أجيت لهون في مسجد جنبي يعني الحقيقة كتير تفاجأت بس يمكن مقابلة هيك أشخاص كتير بتعمل بتعمل دافع حلو بجواتي يعني بحس أنه لأ نحن اليوم مغربين أنت اليوم فيك تشئ طريقك بدك تلحق الدين بتلحق بدك تلحق شي تاني بتلحق يعني اليوم نحن ببلد مفتوح وفي كل شي ما بخفيف أنا ما عندي أي مانع أنه بالمستقبل أنا ليش اليوم هلأ عم بدرس وعم بأخذ شهادة أنه ما عندي أي مانع بالمستقبل أنزل على دولة إسلامية كرمال بس شوف جامع واسمع الله أكبر يعني للحقيقة اسمع الأدان حسب العيد حسب رمضان يعني ما عندي يعني ما عندي هلتعلق أنه وو أنه ألمانيا للحقيقة ما عندي هلتعلق أبدا تمام تمام فهمنا عليك ممكن جبي ممكن إمارات ممكن ما بعرف وين الله بيكتب لنا يعني بالمستقبل ولكن ما عندي يعني ما عندي مانع للحقيقة فهمنا عليك بالنهاية هي كل كل شخص حريته يعني وطريقة تفكيره يعني هي اللي بالنهاية بتجزم بهذا الشيء شايف شايف هالحاكي اللي عم قل لك يا بلا مقطوع عن حديثك إذا بدي ناقش واحدة عربية بتقلي إذا مو عاجبتك ليش إجيتي على بلاد الكفر هيك بتقلي أول كلمة أنا ما قالت هالشي لقلت بلاد كفر ولا قالت لا هذا ولا أنا حرة وإذا يعني كنت بأوروبا بقدر مارس مع تقضي اللي بدي يعموهم بلد الحرية صح ولا لا فيعني ليش يعني بينطعجوا بالنهاية كل شخص ما بعرف يعني هين يعني هي هاي الشغلة ممكن بترجع لكمان لتربية الشخص بترجع للعادات والتقاليد والأفكار النمطية اللي بيفكر فيها اللي بيفكروا فيها الأشخاص يعني بالنهاية في كتير ناس ممكن تقول إنه هدون اللاجئين كانوا ممكن يجوا يروحوا على بلد عربي يعدوا فيه بوضع سيء وبس لحتى يخلص الوضع بسوريا ممكن يرجعوا عليه لا هنين اجوا وشافوا بلد ألمان بلد أجنبي كرمال لحتى يصرفوا عليهم ويعيشهم عيشة منيحة وبس لحتى يخلص بيحملوا حالا بيهربوا أنا أنا قلت لك مثل أبي أنا بابا بالألفين وخمسة طلع على كندا وقعد بكندا واشتغل بكندا بالدعوة بس ما رضي يكمل يعني كان بيقدر أنه يطالع يعمل فيزا وكان بيحقله أنه يطالع عائلته لهنيك ويستقروا هناك بس ما رضي لأنه كان يعني كان بوقت بالألفين وخمسة كندا ما كان فيه الدين كتير وبابا بيقلي أنه كندا مفتحة أكتر كتير من ألمانيا أنه شاف الحشيش عمين باع بالطريق عادي فخاف علينا وعلى ديننا لهيك رجع ترك شغله بكندا ورجع على سوريا كرمال وأنا بتخير حالي مثل بابا يعني ما ما عنديها وسبب أنه طلعتنا والله كل واحد بيجي بهذا أنه ليش طلعتوا ليش طلعتوا يعني كنا بليبي قاعدينهم أحلانا بس كمان بليبي الوضع صار الدهور بالزيادة أكتر من سوريا وأكيد أنا ما لي مضطرة والله يقعد تحت الخطر كرمال بس أنه والله يعني أنه أعاد والله دولة إسلامية أنا بتشكرك كتير نعم على صراحتك وبتشكرك على يعني وبولك دعوة وتشرفت فيك يعني وبتشرفت بصراحتك وطريقتك البسيطة جدا بالتعبير وهيكي أريحيتك بالكلام يعني وبتشكرك كتير أنه أنت حتى قلتي لي أنه أنا في شغلات كتير يعني أو في شغلات ما بوافقك فيها بالرأي وأنا هذا الشي اللي بهمني بالذات هذا الشي اللي بهمني واللي بحب دائما موصله أنه أنا هذا المنبر أنشر فيه أفكاري وإنما حابب أنا أنشر فيه أفكار للناس اللي بحاورها والكلام اللي هنين حابيني يقولول للناس يعني بالنهاية فأنا شوف أنه الحلقة اللي اللي عملناها هلأ بشوفها أنه هي فرصة للناس حتى تعرف أنه عربي ألماني هي قناة كرمال الناس تنشر أفكارها ومو كرمال صاحب القناة هو اللي ينشر أفكاره صحيح أنا برجعة بقول لك أنا لو كنت هيك ما كنت بطلع معك يعني أنا قلت لك لو ما شفت أنه لأ أنه أنت مو لأنك بس عم تنشر أفكاره يعني ما كنت أطلعت معك من الأساس يعني بهيك كمان أنا بتشكرك وبتشكرك على هالقناة الحلوة وإن شاء الله يا رب بتكبر أكتر وأكتر و بتستقبل كل الناس وكل الآراء وكل الشخصيات إن شاء الله شكراً كتير لأليك معناته هلأ نحن خلينا نوصل لأخر ثلاث أسئلة بما أنه أنت كمان متابعة للقناة فأنت بتعرفي ألا أكيد شو اللي حيجي عليك الثلاث أسئلة اللي بسألهم لكل شخص بعمل معه مقابل بالقناة فنعمة كيف بتحب توصفي حالك بخمس صفات يعني أنا الحقيقة يعني يعني كل شخص صفاتي حولين الاجتماعية أنا كتير بحب الناس واجتماعيا ومسايرة لأبعد الحدود يعني سايرني بسايرك عاندني بعاندك بنفس الوقت يعني عنيدة وبحب التواصل مع الناس يعني بحب كتير كتير التواصل مع الناس هدو هنين هاي خمسة وبحكي كتير أنا وصغيرة مامة تقلي لازم تطلع محامية على قد ما بتحكي بتلعيله قلبه للقاضي وبعدين بيقول لي خلص روحي القضية صارت عندك ربحتي نعمة شو بتحبي تقول لي لنعمة قبل 13 سنة وقت كان عمرت عشر سنين تحبي تنصح إياه شي نصيحة بتحبي تشكري على إياه شي بتحبي تقول لي لا إياه شي تخبريها إياه شي هلأ أشكرا لأ بس نصيحة إي بقلا كوني قوية ممكن أشكر نعمة هلأ حلو طيب منوصل للسؤال الأخير وبحب أسألك إذا أنت سمعت يعني ليلي أحلى جملة أنت سمعتيها أريتيها وأنت بما أنك محررة صحفية كمان ألفتها هلأ في ني قللك جملة أنا ما شايفية يعني كتير بتقويني وبعتازة هون هي من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه هاي الجملة أنا بس لحتى فوت على مكان وإذا حسيت أني أنا مرفوضة يعني مثلا أنا قدمت قبل هلأ براكتكم على هيباما هيباما رفضتني لأني بسبب حجابي فدائما بساير حالي بهالكلمة ودائما بأوي حالي بهالكلمة أنه ما انترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه يعني أنا هاي الكلمة دائما بحاول ترافقني هالجملة هاي دائما بترافقني لحتى ما أنسى أنه بيوم من الأيام أنه أنا إذا رفضت بأي عمل إن كان أو إذا رفضت بأي مكان بسبب حجابي أني ما يقص وأنه ما عليه شيء بنناقص منه يتركه بس أنه خلص بتركه لأله وأله بيدبرني أنا ما بتمنى لكل التوفيب وتشرف كتير بالحلقة معك وبتمنى أنه الناس كمان قدرت تاخد من هاي الحلقة الشغلات المفيدة يلي أنت حكيتيها واللي وزحتي فيها الأمل والإيجابية كمان يعني شاء الله ف بتشكرك كتير وأنا حاب أختم الحلقة بشيء من كلامك يعني تخيلي معي نعمة أنه أنت أنه أنا هلا بعطيكي موبايل وبقل لك هذا الموبايل فيك توصلي فيه رسالة لكل شخص على هاي القرارضية شو بحبي تكتبي بهاي الرسالة بجملة واحدة حبوا بعض رغم اختلافاتكم وخلافكم ولا تحكموا على حدا شكرا كتير شكرا كتير لصراحتك شكرا كتير لكل لكل كلمة وشكرا كمان لآخر جملة حبوا بعضكم برغم كل خلافاتكم ولا تحكموا على بعض شكرا شكرا نعمة والعفو شكرا لإلك بشكرك كتير على المقابلة الحلوة وكتير استمتعت معك وهيكي أخذت حريتي بالحكي يعني للحية عاش بدك الحلقة وانت حابب تدعم القناة إذا أنت بتسمع القناة على أبل بودكاست أو آيتونز فيك تترك لنا تعليق وتعمل تقييم كمان للقناة وهذا شي بيساعدنا كتير كلمة لأنه دائما يكون هاي القناة ظاهرة لك لنا وتنسمع من كتير عنه أنا لحكون شاكر لأطول العمر إذا بتاخد ديئة من وقتك وبتعطي نطقي من الحلقة بتشكرك كتير من قلبي دس واس شون فيدا مد دويتش أغابش بس بلد كان معكن عامر في عربي ألماني استنونا بالحلقات الجاية